وأخيرا في اللحظات الأخيرة من اليوم السابع وصلتني أحلى إيميل ممكن تشوفه عيني العميل لم يوافق فقط بل أرسل لي 500 دولار لكن هل هذا حقيقي؟ أردت اليوم أن أعمل تحدي مجنون عندي يعني 7 أيام فقط وبدون رأسمال لازم أدخل أكثر من 500 دولار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الأفكار كثيرة أمامي والتجارب واليوتيوب يعني في العديد من الشروحات لكني اخترت أسرع طريقة طريقة لربح الكاش بيع الحلول للشركات ما هي الخطة؟ خطتي ببساطة أخوتي الكرام أني سأستهدف عملاء عندهم فلوس لكن ليس عندهم مواقع ويب احترافية خليني نوريكم التفاصيل في اليوم الأول أخوتي الكرام بدأت الرحلة بسؤال بسيط سؤال بسيط أرسلته إلى شات جي بي تي من هم العملاء المحتملون الذين يحتاجون مواقع ويب ويدفعون فورا ويدفعون جيدا فأعطاني هذه القائمة المجانية الرائعة التي تراها الآن أمامك وكما ترى الآن أمامك أخي الكريم هذه القائمة التي أعطاها لشات جي بي تي لأفضل العملاء المحتملين الذين أستطيعوا الاتصال بهم وأستطيعوا استهدافهم بكل سهولة فهنا هذه أفضل النيتشات التي سأعمل بها مثل نيتش المحامات نيتش العيادات الطبية ومراكز طب الأسنان ومراكز التجميل العقارات السياحة والضيافة المقاولات هذا النيتش أنا أعتبره ممتاز جدا أيضا في العديد من النيتشات الأخرى مثل الاستشارات المالية خدمات الصيانة خدمات الصيانة أيضا عليها طلب كبير وأغلب الناس الذين يعملون بها لا يجدون أصلا عمل مواقع وصنفها لشات جي بي تي من الأكثر قوة للناس التي تدفع كثيرا للناس التي مهتمة أقل وتدفع أقل وأعطاني تقريبا باجت بالعملة الريال السعودي والجنيه المصري لأختار كيف أقوم بالاتصال بهم وكم سيدفعون لمقابل عملي في اليوم الثاني إخوتي الكرام وبدلا من أن أبحث يدويا مثل المبتدئين وأدخل إلى جوجل مابس وأبحث عن الناس المهتمة والتي أحتاج أن أروج لها بنيت سيستم أوتوماتيكي بسيط يسحب بيانات كل هؤلاء العملاء عبر جوجل مابس في دقائق هذا هو السيستم الأوتوماتيكي الذي سيقوم باستلام العملاء المناسبين الذين يمكنني التوجه لهم بضغطة زر فهنا قمت بتعميئة هذا الفور الذي وضعت فيه النيتش المستادف هنا طلبت النيتش البلانبينج أو السباكة وهنا وضعت الأبعاد التي أريد أن أعمل عليها في المكان هنا اخترت العربية السعودية تحديدا مدينة الرياض في حجم مساحة 20 كم وطلبت 10 نتائج يمكن أن أضع أكثر وبمجرد الضغط عليها سيقوم بإرسال تلك الداتا مباشرة إلى ملف الشيط الخاص بي وهنا كما تلاحظ أخي الكريم حصلت في لحظات على هذه النتيجة رائعة عملاء يمكن أن يكونوا مهتمين جدا بأرقام هواتفهم مواقعهم الجغرافية وطبعا الشركة التي يعملون بها وكل المعلومات التي أحتاجها في اليوم الثالث بدأت في تصفية هذه النتائج ومن هم العملاء المحتملون على سبيل المثال هنا عندما أصفي هذه النتائج هنا اكتشفوا هذه الشركة على سبيل المثال وهذا الموقع الخاص بهم عندما أضغطوا على الوابسايت أكتشفوا أن الوابسايت لا يعمل وهذا عميل جيد جدا يعني أنا لو أعطيته موقع يشتغل أكيد إمكانية كبيرة أن يشتري مني أيضا هنا عند الفلترة والبحث وجدت هذا الموقع وهو موقع جديد يعني هذا دليلا أن صاحب هذه الشركة يريد أن ينشئ موقع ولم يجد إلى حد الآن الخبير الذي سينشئ له شركته فهذا أكيد سيكون عميلا مناسبا لي في اليوم الرابع أخوتي الكرام طلبت من شات جي بي تي أن ينشئ لي قوالب إيميلات قوية جدا وإيميلات فولو أب لأتواصل مع الحريف المناسب طبعا مهم جدا عند التواصل مع الحريف أن تعطيه صورة من مواقعك السابقة فهنا أعطيه التفاصيل ويعني كل شيء أحتاجه لأتصل بذلك العميل وبصراحة أخوتي الكرام لم أكتفي بالإيميلات فقط بل قمت بخطوة جريئة نعم قمت بالاتصال بهم هاتفيا الهاتف يختصر المسافات شرحت لهم الفكرة وكيف يعمل موقع احترافي كيف سيزيد أرباحهم ومبيعاتهم في اليوم الخامس أخوتي الكرام بدأت المؤشرات الإيجابية أتتني رسالتين على إيميلي وهم ناس مهتمون جدا بالتعامل معي ويريدون أن يروا أمثلة لأعمالي ويريدون تطبيق أنا لم أقم فقط بإعطائهم مجرد مثال لأعمالي بل قررت مباشرة أن أبدأ في تصميم مواقعهم حتى يكون لا خيار لهم إلا شراؤها ويكون شيء احترافي جدا ذهبت إلى شرط جي بي تي وطلبت منه أن ينشأيي برومبت كاملة تفصيلية لإنشاء ويبسايت الويبسايت طبعا يكون مناسبا للشركات التي اتصلت معها وكانوا مهتمين بالعمل معي هنا طبعا قمت بنسخاته البرومبت كاملة توجهت على جوجل اي ستوديو ثم اخترت خانة بيلد وهنا بدأت بالتطبيق لأنشئ تطبيقا مناسبا لهذه الشركات وبدأ مباشرة جوجل اي ستوديو في إنشاء الموقع لي وفي لحظات أنشأ لي جوجل اي ستوديو هذا الموقع الذي تراه الآن أمامك موقع احترافي جدا رائع جدا ومناسب لخدمة السباكين يعني حاجة احترافية جدا يمكنهم أن يعملوا بها وتساعدهم في العمل يمكن للناس أن تتصل بهم بكل سهولة أنها تاخذ موعد حتى يتمكن قد من الموقع من أن يعني يقوم بكل التحتيفات اللازمة يكتشف يعني العملاء الذين ينتظرون يتابع الحالات يعني حاجة كانت احترافية جدا في لحظات باستعمال فقط كود برمجي واحد لم أكتفي بالموقع الإنجليزي بل أطورت أيضا موقعا عربيا لهم ليتأكدوا من الاحترافية التي أعمل بها وفقط ببساطة قمت بالطلب من شات جي بي تي أن يغير البرومبت لجعله موقعا باللغة العربية وأعطاني هذا الموقع المتكامل الذي تراه الآن أمامك حاجة احترافية جدا وتعمل بكل سهولة يمكن للعميل أن يرسل مشكلته ويتم الإجابة عنه وحاجة يعني تساعد كثيرا أي صاحب شركة حتى يعني يتعامل مع الزبائن بكل سهولة هذه تحليلات الطلبات الأسبوعية إجمال الطلبات حالات الطوارئ المكالمات الواردة الزيارات يعني حاجة ممتازة جدا 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 وطبعا مصنفة حسب الطوارئ الجديد المجدول والمكتمل طبعا ليعمل الوابسايت أخوتي الكرام لابد من تجهيزه لأن الموقع فقط حاليا على جوجل AI ستوديو فأول شيء ستفعله أنك ستضغط على Save to GitHub ثم ستنشئ حسابا على GitHub بهذه الطريقة وتقوم بإضافة الوابسايت على حسابك في GitHub يمكنك إنشاؤه مجانا ثم لرفع الموقع أخوتي الكرام أن اخترت استضافة هوستينجر المميزة لأنها حاليا تقدم خدمة deploy لكل الأبليكيشن المنشأة عبر جوجل AI ستوديو في ثواني وهي تقدم خدمة رائعة حاليا لابد أن تختار البيزنس بلان لأنه البيزنس بلان لا يقدم ذلك فيعني البيزنس بلان كما ترى حاليا يقدم خدمة خمسة تطبيقات نوت جي أس مجانا يعني هذه تطبيقات التي تنشئها عبر جوجل AI ستوديو يمكنك أن تحولها في لحظات إلى تطبيقات يمكنك رفعها بكل سهولة بعد أن اخترت ذلك البلان لأنه مناسب لميزانيتي قمت بالعمل مباشرة عبر إنشاء الحساب اخترت خطة قصيرة بكل صراحة حتى طبعا أرسله للعميل أنت في حال ما عندك رسماء يمكنك حتى أن تطلق بشهر واحد يكون كافي وتضع ذلك حسب ما تراه مناسبا هنا سأبدأ أخوتي الكرام بتصميم الموقع فاخترت هنا بلد ويبسايت هنا سأختار طبعا في هذه الخانة كريايت ويبسايت لأنه سأنشئ ويبسايت جديد للعميل وهنا مهم جدا أخوتي الأعزاء لن نختار لا وورد بريس ولا هستينجر بيلدر بل سنختار خانة أمتي بي اتش بي ويبسايت لأنه سيكون ويبسايت فارغ سنقوم برفع ما أنتجناه سابقا في يعني الجوجل أي ستوديو عبر رفعه مباشرة هنا هنا أضغط على ويبسايت ثم أد نيو ويبسايت ومهم جدا أن أختار آخر أوبشن هي نوت جي أس ويب أب وليس بقية الخطوات هنا عندنا خطوتين هنا الخطوة رقم واحد أبلود فايل وهنا لا أنصح بها يجب أن نقوم باختيار الخطوة المناسبة وهي عبر استخدام جيت هوب هنا ستضغط على continue with جيت هوب حتى تعطيه الصلاحيات اللازمة ليتمكن من الاتصال بحسابك في الجيت هوب طبعا مهم جدا أن تختار المشروع المناسب في حال أنشأت أكثر من مشروع مثلا مشاريع لمحامين مشاريع لسمكري مشاريع لطب أسنان وغيره هنا طبعا في الخطوات السيستم أوتوماتيكيا سيعرف البروجيكت ويعرف أنه منشأ بالفايت الفرايمورك المستعمل أهم شيء قبل أن تضغط على deploy اختار خانة environment variable وهنا أخوتي الكرام سنضيف أربعة كي كل مرة سنضيف تفصل كي ولكن نختاره هاته الأكواد جوجل أبي كي جوجل أبي كي أبي كي فيت كي لابد أن نضع الأربعة مهم جدا حتى يعمل بدون مشاكل يمكن حتى نضيف فيت جيمي ناي أبي كي أيضا نتأكد مليون بالمرة أنه سيعمل مئة بالمئة بدون مشاكل ثم سنضغط على finish و deploy وكما ترى الآن في لحظات الأخي الكريم تم إنشاء الموقع ورفعه على الانترنت طبعا الموقع لم أربطه بعد بدومين لابد أن تربطه بدومين احترافي خلينا لو ضغط عليه نرى الweb site الخاص بنا وكما تشوف هذا هو الweb site الذي قمنا بإنشائه عبر جوجل اي اي ستوديو ورفعه عبر الانترنت يمكننا تسليمه للعميل ليعمل به حاجة احترافية جدا 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 في اليوم السادس أخواتي الكرام بعد أن جهزت بعض المواقع لخمس عملاء محتملين بكل صراحة لم أرسل لواحد فقط وأرسلت لهم كل المواقع التي أنشأتها لهم بصراحة في الأول ما جاني ولا رد ولا رسالة ولا اتصال هنا بصراحة في اليوم السادس بدأت أشك هل التحدي رح يفشل لكن في اليوم الأخير في اليوم السابع أخواتي الكرام جاءت لحظة الفرج أحد العملاء عجبته الفكرة جدا بل يعني حتى اتصل بي هاتفيا وشكرني على سرعة التنفيذ في النموذج التجريبي والنتيجة الحمد لله وافق على العرض أرسل لي إيميل القبول بل وحاول لي المبلغة مباشرة يعني قبل استلام الموقع الخاص به هذا التحدي يعني بصراحة أثبت لي ولكم إخوتي الكرام شيئا واحدا فقط الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للتسلية هو ماكينة فلوس ولكن لمن يعرف كيف يبني السيستم الصحيح للناس اللي تحب تتعلم أكثر كيف بنيت هذا السيستم وكيف جعلته كأداة رائعة أتعامل بها طبعا ستجد رابط الأكاديمية أسفل في الديسكريبشن يمكنك الانضمام لنا والتعلم من الصفر أدوات رائعة جدا للعمل عبر الذكاء الاصطناعي التي ستساعدك يوميا ستساعدك في ربح المال وتسهل حياتك ولكل من يريد أن يتعلم أكثر أخوتي الكرام هنا شاركت معكم تجربتي كيف ربحت 500 دولار من قناة أجنبية في أسبوع بصفر مشتركين وبدون لغة تجربة رائعة جدا شاركتها معكم يمكنك الآن أن تتابعها